موسيقى الرئيس سيسي واجهه باستمرار الحكومة في برنامج التروحات لتوسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات وزير الخارجية توجه إلى علمانيا في إطار تحضير الاستضافة مصر قمة تغير المناخ كوب 27 بلينكين يؤكد أن المسارة الدبلوماسية لا يزال مفتوحا لحد الأزمة الأوكرانية ويطالب موسكو بالتهدئة الثالثة مساء بالقاهرة الوحيدة بتوقيت جرانيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري تحية لكم وجه الرئيس سيسي باستمرار الحكومة في برنامج التروحات خلال الفترة القادمة لتوسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة مع مراعاة تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاختصابية جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة خطة الحكومة لبرنامج التروحات للشركات المملوكة للدولة وأضاف أن رئيس سيسي وجه بمواصلة العمل على تعميق التصنيع الوطني للسيارات الكهربائية والصناعات المغذية لها وذلك لمواكبة الاتجاه العالمي في هذا الإطار للمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمود عمبر أستاذ الاقتصاد دكتور محمود بعد التحية وكما تابعنا في نشاط السيد الرئيس السيد الرئيس وجه باستمرار الحكومة في برنامج التروحات خلال الفترة القادمة لتوسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة قراءتك لهذا الخبر يعني بعد ما حصلت الدولة المصرية أو صنفت بإكبارها يعني واجهت الاستثمار الأولى داخل القرى الإفريقية نعم ويمكن ذا بفضل درنامج الاصلاح الاقتصادي ويعني بما لا يدع مجالا للشكل أنه أصبح الآن لدينا على كافة المستويات مناخا نستطيع أن نقول أنه جاذبا للعملية الاستثمارية سواء كان يتعلق فيما يخص المؤشرات الاقتصادية المالية والنقضية أو حتى بعض المؤشرات السياسية والأمنية اللي لها دور بشكل مباشر في توفير المناخ الجاذب للإستثمار بلو أصبحت كمان الدولة المصرية نموذجا يصدر دروس مستفادة لكافة الدول العالم يمكن الاستثمار بشقيه سواء كان استثمارا مباشرا أو غير مباشر ويمكن الاستثمار المباشر معناه أن ينطلق الرجل للأعمال أو ببناء مصنع أو ببناء مكون معين لكن الاستثمار غير المباشر وهو الشق الثاني وهو الشق لا يقل أهمية عن الاستثمار المباشر وهو خاص بالاستثمار في الأوراق المالية أو في البورصة ويمكن تم تحديد من خلال هذا الاجتماع اللي ضم حقيقة الأمر بالإضافة إلى سيد رئيس الوزراء مجموعة مختلفة مسؤولين مسؤولية كاملة على الملف الاقتصاد سواء كمحافظ البنك المركزي وزير التخطيط وزير المالية وزير التجارة والصناعة حتى مستشار رئيس جمهوريان الشؤون المالية كل هذا التوليف لأنه لا بد أن يتم قدر كبير من التنصيق بين هذه الوزراء والقطاعات بتحديد الشركات المرشحة لتداول أسهمها في البورصة ويمكن بيأتي في ذات الإطار فكرة توطين الصناعات وعلى سبيل التحديد صناعة السيارات الكهربائية هذا تحديدا ما أريد أن أسأل حضرتك عنه الدكتور محمود التأكيد الدائم من قبل القيادة السياسية والاهتمام بتعميق الصناعة الوطنية ومثلما ذكرت حضرتك تعميق التصنيع الوطني بشكل خاص للسيارات الكهربائية أهمية أن يحدث ذلك في هذه الفترة تحديدا في هذا التوقيت تعميق الصناعة الوطنية يمكن هذا الأمر بيعضي أكثر من دلال على المستوى الاقتصادي أولا فكرة توطين الصناعات بشكل عام له مردود على سعر صرف العملة على الفائد في الميزان التجاري لأنه في النهاية بيقلل من حجم فتورة الواردات بيرفع مستوى رفاهية المواطنة لأنه يوفر له سلعة دون جمالك وبالتالي دليل علاقة به مستوى رفاهية المواطنة لكن حينما نتحدث بشكل تحديدي عن السيارات الكهربائية وتفاصيل هذا الأمر بتتفق إلى حد كبير مع معطيات أو التصورات والمصطلحات التي طرحتها جائحة كورونا والتي بتتصدر الآن عمليات الاقتصاد أولا الاعتماد على الطاقة النظيفة بدلا من الطاقة التقليدية ثم فكرة الرفمنة أو الاعتماد على التكنولوجيا الصناعات القائمة على التكنولوجيا ويمكن بيظهر هذا في التفاصيل هذا الأمر سواء رفع مستوى القدرة التكنولوجية داخل الدولة والتحول الرقمي وتحويل خطوط الإنتاج لتعتمد أكثر على الزكاة الاصطناعي ثم بعد ذلك تدريب الكوادر البشرية نفسها علشان تكون القاطر في هذا الأمر لأنه الآن أستطيع أن أقول أنه العنصر البشري خصوصا بعد جائحة كورونا أصبح أهم عنصر من عناصر العمليات الانتاجية لكن كمان بيأتي قبل المواد الخام التي تمتلكها الدولة فكرة توطين الصناعات الكهربائية بيتثق إلى حد كبير مع كل ما يطرحه الوضع الاقتصادي الآن فيما يتعلق بالاعتماد على التكنولوجيا فيما يتعلق بالاعتماد بالعنصر البشري وممكن كمان بيدعم هذا الأمر لأن لدينا بنية تحتية مؤهلة إلى حد كبير في هذا الصدق سواء فكرة فيما يتعلق بالتحول الرقمي أو حتى وجود المدن الصناعية الموجودة على كافة مستوى الجمهورية يمكن أن تدعم هذا الأمر بالإضافة إلى الصناعات المغزية أو ما يطلق عليه الدوافع الأمامية والخلفية التي تدعم مثل هذا النوع من الصناعات أشكرا جزيل الشكر الدكتور محمود عمبر أستاذ الاقتصاد شكرا جزيلا على هذه المشاركة يتوجه اليوم وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين لعدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ إلى مدينة بون الألمانية ذلك لزيارة مقر الأمانة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ومن المقرر أن يعقد شكر لقاءات مع مسؤولي الأمانة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ ذلك في إطار التحضير الجاري لإصدفة مصر كابتوانتي سيفن بالإضافة إلى التنسيق المستمر لحجز زخم اللازم لنجاح دورة المقبلة للمؤتمر في مصر عبر البناء على ما تحقق خلال الدورة الأخيرة للمؤتمر في كلاسكو بجانب مواصلة تعزيز الجهود الدولية المعنية بمواجهة تغير المناخ انطلقت بمقر الأمانة العام لجامعة الدول العربية ولمدة ثلاثة أيام فعليات النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد أعمال الأسبوع إطلاق تقرير تمويل التنمية المستدامة في مصر وهو أول تقرير يصدر في العالم حول تمويل أهداف التنمية المستدامة الفين وثلاثين كما تركز الجلسات على دور الشباب والمبادرات المجتمعية في التصدي لظاهرة التغير المناخية وإطلاق المبادرة العربية للقضاء على الجوع كما نحتاج إلى اغتنام كل الفرص التي تتحيها هذه الأزمة الصحية ومنها على سبيل المثال زيادة الوعي بأهمية السياسات البيئية في التنمية وعودة موضوعات الاستدامة على رأس الأولويات الوطنية والدولية فضلا عن تعزيز السياسات الوطنية للتعامل مع الأوضاع الطارئة والكوارث ودعم قدرة المجتمعات على الصمود في مواجهة هذه الأحداث غير المتوقعة العمل على مستوى المركز مهم والعمل على مستوى الأطراف مهم ولكل المزايا نسبية ولكل المجالات لتطوير التنمية من غير معايير وخدرة على المتابعة ومسندم الموزن عمل الدولة وخطة استثمارية تعدى على المستوى المركزي لا تستطيع المشروعات اللي بتتم على مستوى القرى والمراكز أنها تقوم بهذا بعد جائحة كوفيد 19 والتحورات اللي مازلنا بنشهدها على المستوى العالمي وكل هذه الجائحة والتحورات اللي حصلة كلها مما لا شك فيه بتؤخر وبتعرقل من قدرة دول العالم على الوصول أو على تحقيق أهداف التنمية المستدامة أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي خلال أعمال المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين الذي ينظمه المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف أكد أن الرئيس عبد الفتاح أسيس دشا عهدا جديدا في مجال تعزيز أسس المواطنة سواء من خلال تشريعات التي تكفل الحريات الدينية أو إطلاق الاستراتيجية الوطنية التي تعزز من حقوق المواطنين نسمى الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية تحت قيادة صاحب الفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظ الله ورعاه الذي دشا عهدا جديدا في مجال تعزيز أسس المواطنة سواء من خلال التشريعات التي تكفل الحريات الدينية أو إطلاق الاستراتيجيات الوطنية التي تعزز حقوق المواطنين على غرار الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان أو من خلال تنفيذ المشروعات الغومية التي تستهدف الجميع وخاصة الفئات الأولى بالرعاية وأثني في هذا الشأن على مشروع حياة كريمة وغير من مشروعات مبادرات الرائدة التي تستهدف توفير الحياة الكريمة للمواطنين والتي تعزز في الوقت ذاته قيم الولاء والانتماء لديهم ونتحول إلى آخر تطورات الملف العراقية حيث قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق عدم صحة قرار مجلس النواب قابول ترشيح هشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية وأفادت وكالة الأنباء العراقية بإلغاء المحكمة الاتحادية لترشيح زيباري وعدم قبول ترشيحه مستقبلا لمخالفته أحكام المادة 68 من الدستور العراقي وقررت المحكمة استمرار رئيس العراقي برهم صالح في القيام بمهامه حتى انتخاب رئيس جديد للبلاد عراقيا أيضا أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي إحباط محاولة لاستهداف أرطال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين في محافظة المثنى جنوب البلاد وأوضحت الخلية في بعين اللهان العملية تمت من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية مشيرة إلى تفكيك إحدى العبوات وتفجير الأخرى تحت إشراف خبراء المتفجرات بحث وزير الخارجي الأمريكي عن توني بلينكين في تصالي هاتفي مع نظيره روسي سرغي لافروف دواعي القلق الشديد حول أمكانية شن روسيا هجوما عسكريا ضد أوكرينيا خلال الأيام المقبلة قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن بلينكين أكد للافروف أن المسار الدبلوماسي مزال مفتوحا لحل الأزمة لكنه يتطلب من موسكو تهدئة التصعيد والدخول في مناقشات بحسنينية كما شدد على أنه إذا ما سلكت روسيا مصار الهجوم ضد أوكرينيا فإن الأمر سيؤدي إلى رد حازم وضخم وموحد عبر حلف شمال الأطلنطي النيتو قد تمكنت من اكتشاف غواصة أمريكية قرب جزر الكوريل الروسية قدت وسائل إعلاما روسية أنه تم اكتشاف الغواصة الأمريكية منتراز برجينيا بواسطة الطائرات المضادة للغواصات منتراز L-38 وبفضل غواصة تابعة لأصول المحيط الهادي الروسي في المقابل نفى المتحدث باسم الخيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادي كايل راينز نفى أن تكون القوات الأمريكية قد نفذت أي عمليات في المياه الإقليمية الروسية وأوضح راينز أن التصريحات الروسية حول إكبار غواصة أمريكية على مغادرة مياهها الإقليمية ذلك في المحيط الهادي ومطاردتها هناك لا أساس لها من الصحة إلى ذلك قالت وزيرة الخارجية الأسترالية مارينز باين أن تعليمات صادرت لموظفية سفارة الأسترالية في العاصمة الأوكرانية كياث بالانتقال إلى مكتم مؤقت في مدينة الفيف الواقعة غربي أوكرانيا يأتي ذلك فيما جددت الوزيرة الأسترالية دعوتها لمواطني بلادها لمغادرة أوكرانيا على الفور إثر التدهور في الأوضاع على الحدود الروسية الأوكرانية هذا وقد نقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس الوزراء الأسترالية سكوت ماريسون قوله إن الوضع قد وصل إلى مرحلة خطيرة للغاية وشدد على عدم قبول بلاده للإجراءات التي تتخذها روسيا بشأن أوكرانيا قالت الحكومة الأوكرانية إنها ستترك مجالها الجوي مفتوحا رغم التهديد الروسي جاء هذا في بين النصادر عن وزارة البناء التحطية نشرته على صفحتها عبر الفيسبوك هذا وتعمل السلطات الأوكرانية على در المخاطر عن شركات الطيران مؤكدة أن إغلاق المجال القوي حق سيادي لأوكرانيا ولم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الصدد كان أحد المستشاري مديري مكتب الرئيس الأوكراني قد أكد في وقت سابق اليوم أن أوكرانيا لا ترى أي جدوى من إغلاق مجالها الجوي في ظل التصعيد مع روسيا وسط حالة من التوتر المتصاعد تتواصل تدعيات الأزمة الأوكرانية على مختلف المستويات السياسية والعسكرية على جانبي الحدود بين روسيا وأوكرانيا الرئيس الأوكراني فوليديمير زيلينيسكي أكد خلال زيارته إحدى مناطق التدريبات أن بلاده مستعدة لمواجهة هجوم روسي محتمل ولفت إلى أن مزاعم الاستخبارات بشأن هجوم محتمل متضاربة ولا تتسبب سوى في حالة من الذعر في ذات السياق شدد البيت الأبيض على أن الولايات المتحدة لا تعرف على وجه اليقين ما إذا كانت روسيا عازمة على شن هجوم ضد أوكرانيا وذلك بالتوازي مع أعلان واشنطن عن خطط لإخلاء سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف وتأكيد من أن روسيا ستواجه كلفة باهظة وفورية في حال الهجوم على جارتها الغربية على الجانب الآخر ندد الكريملين بالتصريحات الغربية بشأن هجوم روسي وشيك على أوكرانيا معتبرا أنها تكهنات استفزازية يمكن أن تقود إلى نزاع التوتر الذي بدأ قبل أسابيع عقب حشد روسيا أكثر من مائة ألف جندي على حدودها مع أوكرانيا تفاقم مع إجراء موسكو أكبر منورات عسكرية روسية منذ سنوات في البحر الأسود بالإضافة إلى إعلان وزارة الدفاع الروسية مطاردتها غواصة أمريكية قالت إنها عبرت إلى مياهها الإقليمية قرب جزر الكوريل في شمال المحيط الهادي قبل أن يصدر الجيش الأمريكي بيانا نفى فيه صحة ما قالته روسيا المحاولات السياسية لنزع فتيل الأزمة تواصلت من خلال اتصال هاتفية بين الرئيسين الفرنسي والروسي استمر مائة دقيقة أشار إلى تحذير ماكرون نظيره الروسية من أن الحوار الصادق لا يتلاءم مع التصعيد العسكري على الحدود الأوكرانية وفقا للإليزيه وذلك في وقت طلبت فيه عدة دول من مواطنيها مغادرة أوكرانيا في أقرب وقت خشية انزلاق الأمور نحو مواجهة عسكرية نجدد عليكم التحية مشاهدين إلى ملف كورونا حول العالم حيث أمهلت الشرطة الأسترالية آلاف المحتجين حتى نهاية اليوم لمغادرة المناطق التي يحتلونها في العاصمة كامبرا ذلك مع تواصل الاحتجاجات المستمرة منذ أيام على إلزامية التطعيم ضد كورونا يأتي ذلك مع تواصل الاحتجاجات الرافضة لإلزامية تلقي لقاح كورونا في عدد من مدن ودول العالم لا تزال الاحتجاجات الرافضة لإلزامية تلقي لقاح كورونا تضرب عددا من مدن دول العالم التي وصلت لحد إغلاق شوارع وميادين بأكملها في أستراليا يوصل الألاف احتجاجاتهم المستمرة منذ أيام على إلزامية التطعيم ضد كورونا وذلك بالقرب من مبنى البرلماني للتحادية وفي العاصمة النيوزيلندية تجمع متظاهرون يعارضون التطيمة الإجبارية ضد كورونا قرب البرلمان لسادس يوم على الرغم من الأمطار الغزيرة والرياح القوية نفس الأمر تكرر في هولندا وفرنسا ولكن بشكل مختلف حيث احتشدت سيارات وعربات تخييم وشاحنات صغيرة تضم معارضين لشهادة التلقيح التي تسمح لمن تلقوا اللقاح المضادة لفيروس كورونا بدخول المطاعم ودور السينما وغيرها من الأماكن العامة أما ما يسمى بقافلة الحرية في كندا فقد وصلت احتجاجاتها للأسبوع الثاني على التوالي حيث يطالب المتظاهرون بالتراجع عن مختلف الإجراءات الصحية لمكافحة كورونا ويغلق هؤلاء المحتجون جسر إمبسادور الذي يشكل محورا تجاريا حيويا يربط أنتاريو بمدينة ديترويت الأمريكية إذ يعبره أكثر من 25% من السلع المصدرة بين الولايات المتحدة وكندا وهكذا تتواصل الاحتجاجات وبالتوازي تبقى هذه الدول بين مطرقة انتشار الفيروس ومطرقة تضرر الاقتصاد وسندان التظاهرات ضد القيود المفروضة لمكافحة الجائحة كان رئيس الوزراء الكندي قد لوح من جهته بأن كل الخيارات واردة وذلك لإنهاء تحرك المحتجين على التدابير الصحية لمكافحة كورونا وأوضحت شردو خلال مؤتمر صحفي أن كل شيء مطروح على الطاولة لأن هذا النشاط غير قاني يجب أن يتوقف وأضفت شردو أن الحدود لا يمكن أن تبقى مغلقة مشيرا إلى أنه أكد هذا الأمر للرئيس الأمريكي جو بايدن ذلك خلال محادثة هاتفية جرت بينهما بهذا الشأن يأتي تصريح شردو خيطات الدعوة التي وجهتها الولايات المتحدة إلى كندا لاستخدام السلطات الفيدرالية من أجل فتح الطرقات عند الحدود ما بين البلدين لسيما جزر أمباسادور أعلنت شرطة العاصمة الفرنسية باريس احتجاز 97 شخصا بعد حملة مناهضة لتدابير مكافحة كورونا قالت قيادة شرطة باريس أنها أبقت على عدد من قواتها لمنع المتظاهرين المشاركين في الحملة المناهضة لإلزامية التطعيم ضد كورونا من إغلاق شوارع العاصمة تعتزم فيتنام رفع القيود المفروضة لمكافحة كورونا عن رحلات الطيران الدولية وذلك اعتبارا من الثلاثاء الخامس عشر من فبراير بدون أي قيود على عدد الرحلات فرضت دولة الواقعة في جنوب شرق ياسيا تدابير حدودية صارمة في بداية الجائحة لمنع انتشار فيروس كورونا حققت بعض النجاح في البداية لكن ذلك وجه ضربة لقطاع السياحة الذي يمثل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي وتلقى نحو 98% من سكان فيتنام البالغ عددهم 98 مليون في الأقل جرعتين من اللقاح في ألمانيا تصوت الجمعية الفيدرالية المؤلفة من نواب من البوندستاج على منصب الرئيس بالاقتراع السري ودون مناقشة مسبقة يستعد رئيس الألماني فرانك فالتر شتاين ماير إلى إعادة انتخابه لولاية ثانية بعد أن اكتسب سمعة المدافع القوي عن القيم الديمقراطية الوطنية فيما يخوض الصباق ثلاثة مرشحين آخرين يترقب الشارع الألماني ما ستصفر عنه الجمعية للتحادية التي ستنعقد لاختيار الرئيس الجديد لألمانيا ويتنافس على المنصب كل من الرئيس الفيدرالي الحالي فرانك شتاين ماير الذي يحظى بدعم أحزابي لإتلاف الحاكم وهي حزبه الاشتراكي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر وكذلك اختارته المعارضة المكونة من الحزبين المسيحيين وتتمتع هذه الأحزاب مجتمعة بأغلبية كبيرة داخل المجلس وينافس شتاين ماير كل من الطبيب اليساري جيرهارد ترابيرت كما أعلن حزب البديل لأجل ألمانيا ترشيح ماكس أوتي فيما أعلنت ستيفاني جيبور المستقلة ترشحها على المنصب وتضم الجمعية للتحادية 1472 مندوبا والتي تضم جميع أعضاء البرلمان البوندستاج ونفس العدد من ممثلي برلمانات الولايات وعددا من الشخصيات المؤثرة بالمجتمع الألمانية وستجرى أعمال الجمعية للتحادية في مبنى مجاور لمقر البرلمان الذي لا يتسع لتطبيق إجراءات التباعد للوقاية من فيروس كورونا ووفقا للقانون الأساسي الألماني يحق لكل مواطن يتمتع بحق التصويت والحقوق السياسية وعمره أكثر من 40 عاما الترشح للرئاسة وتبلغ مدة ولاية الرئيس للتحدي خمس سنوات ويمكن إعادة انتخابه مرة واحدة فقط ويجب أن يحقق أحد المرشحين الأغلبية المطلقة أي أكثر من 50% من الأصوات أو 737 صوتا حتى يعلن انتخابه رئيسا للبلاد ولأول مرة منذ تسليم السلطة وإلى ديسمبر الماضي تعود أنجيلا ماركل إلى الواجهة السياسية مجددا حيث تشارك في الجمعية للتحادية لاختيار الرئيس الجديد ترجمة نانسي قنقر التقى وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين نظيريها الياباني والكوريا الجنوبي في هواي ذلك لمناقشة التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية بعد أن استهل بيونج يونج العام بسلسلة من التجارب الصاروخية قال بلينكين في مؤتبر صحفي عقب الاجتماع أن الدول الثلاث منفتحة على لقاء مسؤولي بيونج يونج دون شروط مسبقة كما أصدر الوزراء الثلاثة بيانا مشتركا دعوا فيه كوريا الشمالية إلى الانخراط في حوار ذلك لوقف أنشطتها غير المشروع على حد وصفهم لقي أحد مشجعي فريق فالميراس البرازيلي لكرة القدم مصرعه بالرصاص خارج ملعب النادي وذلك وسط أعمال عنف اندلعت بالشوارع بعد الخسارة أمام فريق تشلسي وذلك بنهاء كأس العالم للأندية أوضحت شرطة ساو باولو أن مشتبها به قد اعتقل في إطلاق النار لافتة إلى أن 15 مشجع آخرين أصيبوا في اشتباكات مع الشرطة أو فيما بينهم حيث يشاهد العديد من مشجعي فالميراس مباريات الفريق خارج ملعبه في محيط ملعب النادي كتقليد شعبي أعلن سلاح الجو الياباني أنه عثر على جثة أحد الطيرين الذين فقد قبل أسبوعين بعد اختفاء طائرتهم الحربية عن أجهزة الرادار كانت المقاتلة من طراز F-15 في مهمة تدريبية في 31 يناير عندما اختفت عن الرادارات بعد وقت قصير من إقلاعها ولم تتضح ظروف وأسباب تحطم الطائرة لكن وزارة الدفاع واصلت تشغيل مقاتلات F-15 غدت الحادث ترجمة نانسي قنقر أفاد ممثل منظمات غير حكومية أن الإعصار باتيسراي قد خلف دمارا كبيرا في مدينة منغاريا السحلية في مدغشقر في وقت يتم فيه العمل على قدم وساق لإمداد المنطقة بالمساعدات الإنسانية تسبب هذا الإعصار في مقتل 120 شخصا في مدغشقر وقد سجلت الخسائر خصوصا على الساحل الشرقي للبلاد وفق أحدث تقرير للسلطات دمار كبير خلفه الأعصار باتيسراية في مدينة منغاريا السحلية في مدغشقر أصفر عن مصرع العشرات خصوصا على الساحل الشرقي للبلاد المسؤول اللوجستي في الصليب الأحمر الفرنسي مارتين مارين صرح أن التقييمات الأولية التي تم إجراؤها مقلقة للغاية حيث تشير إلى تضرر تسعة من بين كل عشرة منازل بسبب الأعصار من جانبها أشرت منظمة أطباء بلا حدود إلى أن فرقها في الموقع وجدت المدينة مدمرة إلى حد كبير مشيرة إلى أن منطقة نوزي فريقا التي تبعد مائة كيلو متر إلى الشمال لا يمكن الوصول إليها إلا من طريق البحر وتضرر نحو مائة وخمسة وعشرين ألف شخص من الأمطار الغزيرة وهبوب الرياح التي وصلت سرعتها إلى مائة وخمسة وستين كيلو مترا في الساعة وضربت الجانب الشرقي قبل أن تتحرك إلى الداخل وتتسبب بتدفق الأنهار إلى حقول الأرز وتدمر المحاصيل وسبق أن تعرضت مدغشقر للعصفة آنة الاستوائية في نهاية يناير الماضي وأسفرت عن مصرعي خمسة وخمسين شخصا حيث تضرب نحو عشر عواصف أو أعصير جنوب غرب المحيط الهندي كل عام خلال موسم الأعصير الذي يمتد من نوفمبر إلى أبريل قدمت العديد من وكلة الأمم المتحدة مزيدا من المساعدات إلى مملكة تونغا للتعامل مع التدعيات التي أعقبت الكوارث الطبيعية وارتفاع حالات الاصابة بفايروس كورونا هذا وتعرضت الدولة وهي جزيرة تقع في المحيط الهدي لثواران بركاني ضخم تحت سطح البحر إضافة إلى موجات مد عاطية تسونامية شهر الماضي مما أثر على 85% من سكانها بالإضافة إلى تشريد ما يقرب من 2400 شخصا نفأ المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد حول تسبب وصلات الغاز الطبيعية للسخنات في حالات اختناق للمواطنين أوضح المركز أنه تم التواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية التي نفت هذه الأنباء مشددة على سلامة وجود كافة توصيلات الغاز الطبيعي بالمنازل ومطابقتها لكافة معايير الأمان العالمية وأن الغاز الطبيعي غير سام وله رائحة مميزة تكتشف عند التسريب وأشارت إلى أن حالات الاختناق التي تم رصدها لا ترجع لوجود أي تسريب بوصلات الغاز الطبيعي بالمنازل حيث أوضحت الفحوصات أن تلك الحالات ترجع إلى الاختناق بغاز أو الأكسيد الكربون الناتج عن حدوث احتراق غير كامل نتيجة لتصرفات فردية للعملاء وأهبت وزارة البترول بالمواطنين إلى عدم التعامل نهائيا مع مهمات الغاز حفاظا على سلامتهم والاتصال الفوري في حالة الطوارئ على الرقم 129 طوال 24 ساعة على مدار الأسبوع أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أطلق العدد الأول من المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر وأكد المركز أن المجلة تصدر باللغتين العربية والإنجليزية تلبية لحاجات الباحثين محليا وعربيا ودوليا وتستهدف إثراء المكتبة المصرية والعربية والدولية بالبحوث التي تتناول موضوعات السياسات العامة الرامية إلى تقييمها ووضع أطر واستراتيجيات وحلول مبتكرة لصانعي ومتخذي القرارة أعلنت وزارة الصحة والسكان فحص 75 ألف طفل ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة وتقديم العلاق بالمجان تحت شعار 100 مليون صحة وذلك منذ انطلاقها في 13 يوليو الماضي أوضحت الوزارة أن المبادرة في مرحلتها الأولى تقوم بالكشف عن 19 مرادا وراثيا للأطفال المبتسرين بحضانات مستشفيات وزارة الصحة والسكان ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية من المبادرة إجراء المسح الطبي لجميع الأطفال حديثي الولادة بكافة الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية أكدت وزارة البيئة ضرورة وضع وكلات الأمم المتحدة المتخصصة لقضية تغير المناخ في قلب تطوير خطط عملها مشيرة إلى أن مصر أبدت مزيد من الاهتمام والالتزام السياسي بملف المناخ ولفتت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد إلى إمكانية التعاون مع اليونسيف على المستوى الوطني ذلك في البناء على مبادرة اتحضر للأخضر لإطلاق الحملة الإعلامية حول تغير المناخ جاء ذلك خلال لقاء وزيرة البيئة مع الممثل المقيم لبرنامج اليونسيف في مصر جارمي هوبكنز لبحث التعاون الثنائي ومناقشة أولويات البرنامج لعام 2022 موسيقى 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 وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين في موضوعات البيئة وتحول الأخضر بما فيها ما يتعلق بالمشروع القومي للدولة للنهوض بالبحيرات على مستوى الجمهورية والحفاظ على التنوع البيولوجي بها جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة استراتيجية الدولة للتعاون مع الشركاء الدوليين في مختلف المشروعات القومية التنموية كما وجه رئيس السيسي بتحقيق أقصى استفادة من التعاون التنموي لدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام فضلا عن تعزيز التنافسية وتحفيز دور القطاع الخاص في زيادة معدلات النمو إلى جانب تعزيز جهود الدولة للاستثمار في البنية التحتية ورأس المال البشرية من خلال مبادرة حياة كريمة مع الاستمرار في نشر تجارب النجاح التنموية في هذه القطاعات من خلال المنصات الدولية المختلفة كما طلع رئيس السيسي على آخر التطورات فيما يتعلق بالموقف التنفيذي لعدد من المشروعات والتمويلات التنموية على مستوى الجمهورية أكدت وزارة الموارد المائية والرئية أنه سيتم عقد اسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت رعاية الرئيس السيسي ذلك إيمانا من الدولة بأهمية محور المياه في ملف تغير المناخ جاء ذلك خلال فعاليات الاجتماع الأول لللجنة العلمية لإسبوع القاهرة الخامس للمياه ذلك لمناقشة الترتيبات اللازمة لعقد إسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده في شهر أكتوبر المقبل يهدف اسبوع القاهرة للمياه لرفع الوعي بقضايا المياه وتعزيز الابتكارات ذلك لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة أكدت وزارة تنمية المحلية أنها وفرت أكثر من 140 ألف فدان لإقامة 68 منطقة صناعية تتبع 23 محافظة أوضحت الوزار أنه تم مؤخرا توفير الأراضي اللازمة لإقامة 11 مشروعا في المناطق الصناعية بقناء وسهاج والمينيا باستثمارات تبلغ 297 مليون جنيه وجهت وزارة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي بسرعة بحث الاستغاثة الواردة من منظومة الشكاو الحكومية الموحدة بشأن وجود مواطن مسن بلا مأوى ذلك بميدان السيدة عيشة تظهر عليه علامات المرض والإرهاق الشديد في سياق متصل وجهت وزارة التضامن بسرعة بحث استغاثة أخرى بشأن وجود فتاة بالعقد الثالث من العمر بلا مأوى ذلك بالقرب من موقف السيارات بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة كما وجهت الوزارة فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى بسرعة بحث استغاثة ثالثة بوجود أربعة أطفال بلا مأوى رفقة فتاة تبلغ من العمر 17 عاما ذلك بجوار محطة قطار سيدي جابر ذلك بمحافظة الأسكندرية أكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة على الإعداد النهائي لتوزيع التجمعات العمرانية اعتبارا من أول إبريل المقبل على أن يكون توزيع المرحلة الأولى في الخامس والعشرين من إبريل المقبل خلال اجتماع عقده بحضور مسؤولي الجهات الأمن المعنية أشار المحافظ إلى ضرورة تجهيز التجمعات التنموية من منازل ومساحات أراضي قدرها خمسة أفدنة لكل منزل كما كلف المحافظ جميع الجهات المعنية بزيارة مناطق التجمعات بالقرى لتعرف عليها والترتيب النهائي لتوزيع المرافق واستكمال الناقص منها حتى يتم استكمالها لتكون جاهزة قبل موعد التوزيع المحدد أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويسي حيازكي أكد أن إجمالية الاستثمارات في المنطقة تصل إلى 18 مليار دولار حتى الآن كما تم توقيع عقود قيمتها 10 مليارات دولار يجرى تنفيذها حاليا جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر لتوقيع بروتوكول إعلامي ما بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يهدف التوقيع لتنظيم زيارات للصحفيين والإعلامين إلى المنطقة الاقتصادية ذلك للتعرف على المشروعات والاستثمارات التي تتم فيها تراجعت قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر خلال شهر نوفمبر 2021 بنسبة 63.1% لتبلغ 1.19 مليار دولار مقابل 3.22 مليار دولار في نوفمبر من عام 2020 أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة الصادرات قد ارتفعت بنسبة 80.6% وجاءت القفزة في الصادرات بسبب ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها الأسمدة والداء بأشكالها الأولية والفواكه الطازجة والملابس الجاهزة في المقابل انخفضت قيمة الواردات بنسبة 5% ذكر المجلس التصدري للصناعات الغذائية أنها إجمالية صادرات القطاع إلى دول الخليج العربي بلغت خلال العام الماضي نحو 550 مليون دولار أشار المجلس إلى أن تلك الصادرات استحوذت على 13% من إجمالية الصادرات الغذائية والبالغ 4.1 مليار دولار في نهاية 2021 لفتا إلى أن عدد الشركات المصرية المصدرة للأغذية المصنعة إلى دول الخليج العربي بلغ 764 شركة في العام 2021 أنهت البورصة المصرية تعاملات أولى جلسات الأسبوع على انخفاض للمؤشرات بضعط من مبيعات المستثمرين الأجانب بينما اتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء وقد سجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق مستوى 726.6 مليار جنيه وعلى صعيد المؤشرات هبط مؤشر EGX 30 بنسبة 1.37 من 100% ليغلق عند مستوى 11.419 نقطة كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 6.33 من 100% ليغلق عند مستوى 1.982 نقطة بينما انخفض مؤشر EGX 100 بنسبة 5.2 من 100% ليغلق عند مستوى 2.982 نقطة وللمزيد مشاهدين حول متابعة لأداء وتحليل البورصة المصرية تنضم إلينا عبر الهاتف حنان رمسيس كبيرة أسواق المال السيدة حنان بعد التحية في البداية كيف هي رؤيتك لأداء البورصة خلال تعاملات اليوم طبعا نحن عارفين أن هناك تواطرات جوية سياسية موجودة في المنطقة خصوصا ما بين أوكرانيا وروسيا دي بتأثر بالسلبة على التثمارات طبعا نحن عارفين رؤوس الأموال الجبانة وشفنا النهاردة أن المتعملين الأجانب كانوا في الجانب البيع وشفنا كمانا أن المؤشر رئيس البورصة ما تأثرش تأثر قوي جدا زي ما كنا متوقعين التأثرات الأقوى كانت على المؤشرات الفرعية ما تأثرش المؤشر رئيسي للبورصة لأن فيه صدقة بإذن الله تتم على سهم في قطاع القدمات المالية الغير مطلقية وده اللي خلى السهم يستوعب الصدمة ويسند أداء المؤشر الثلاثين أما المؤشرات الفرعية طبعا نحن عارفين من السلوكيات الأفراد على رغم أنهما بيبقى معظم تدولاتهم الشرع بس هي في الغالب بتبقى متجرة ومتجرات سريعة يحاولوا أنهما لما بيكون في أزمة أو يكون في مباعات أو في مخاوف يبتدوا يبقى في أسهمهم ويشيروها بسعر أكثر انقفاضا وده اللي أثر على المؤشرات الفرعية وخليها انقفضت بمعدلات ووثيرة أقوى من انقفاض المؤشر الرئيسي للبورصة لو على توقعاتي أنا متوقعة طبعا الأزمة ستتم حلها دقماسيا مش تتجه لأي تصعيد عسكري لأن طبعا معروفة حليك يا سيد الحلم بتتكلم على الأزمة الروسية الأوكرانية تمام يا فاندم بالضبط لأن طبعا معروف جدا أن أي أزمة عسكرية بتؤدي إلى أزمة أقصدية قوية واحنا نسا طلعين من جائحة كورونا وهما يعني على علم قوي جدا بأزمة الإمدادات وما أثرت دي على السوق وما أثرت دي على الأسواق طبعا متوقعة بقى أن احنا نبقى في البورصة المصرية بمعزل مش يعني مش معزل كامل لا هيتأثر بنسب العرب والأجانب في التعاملات وخصوص المتعامل للأجانب اللي هما بالفعل أصلا عاملين جانب بيعي من أول العام وهيتممكن تسترد البورصة عافيتها بسبب يعني الزخم المتواجد داخليا على بعض الأخبار ونتائج الأعمال ده أبطلنا طبعا بالسلب ولكن مع انخفاض الأسعار ممكن يعود المتداول لشراء أسهم مرة أخرى لتحقيق مكاسب حتى لو كانت على الأجل القصير وليس على الأجل القصير نعم سوزة حنان كنت عايز أحددك على توقعاتك فيما له صلة بالاستثمارات والخبر طبعا الخاص بتوجيه الرئيس عبد الفتاح حسيسي باستمرار الحكومة في برنامج التروحات خلال الفترة القادمة لتوسيع قائدة الملكية في البورصة المصرية توقعاتك في هذا الخبر على جذب مزيد من الاستثمارات للبورصة المصرية واحداث انتعاش فيها طبعا استمرار إسراء السيد الرئيس عبد الفتاح حسيسي لعمل برنامج البيئة التروحات الحكومية والكلام عنها في كل محفل ده اهتمام من قبل سياسة بالبورصة المصرية بإذن الله يحصلها انتعاشة قوية بسبب اهتمامه وده كمان بيوجه وجهة النظر ان احنا سنغرض خارج السبب احنا في الفترة اللي فاتت لما كانت الاسواق بتعمل تفارات قوية احنا ما كناش بنرتقع لان عندنا المنتج شحيح الفترة الجاية بإذن الله هيبقى فيه دخل السيولة في اكتزاب الاتثمارات جهد قوية الاهتمام بالبورصة توضيح اهمية الاتثمار في البرورصة وتغيير ثقافة المواصل لدعم اختيارات كثيرة لبدال الاتثمار من بينها اهم بديل والي هو البرورصة المصرية اللي هي منصة للتداول ومنصة لتمويل منعدم التكلفة نعم سيدة حنان رمسيس خبيرة اسواق المال انا اشكرك شكرا جزيلا في اسواق المال الخليجية سجل المؤشر العام لسوق الاسهم السعودية تداول تراجعا ملحوظا خلال تداولات اليوم حيث هبط مؤشر السوق الرئيسية تاسي بنسبة 2.21 من 100% وفي برصة الكويت تراجع مؤشر السوق الاول بنسبة 63 من 100% وهي ذات النسبة التي تراجع بها مؤشر برصة مسقط في حين اغلق مؤشر سوق البحرين على صعود بنسبة 26 من 100% خرجت تظاهرات تشارك فيها المئات أو شارك فيها المئات في لندن كما جرت مسيرات مماثلة في مدن أخرى من المملكة المتحدة ذلك احد جاجا على ارتفاع كلفة المعيشة الذي يضر خصوصا بالعائلات متواضعة الدخل وحذر بنكو انجالترا بأن التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ 30 عاما في المملكة المتحدة وصل إلى 5.4% نهاية العام 2021 قد يرتفع إلى 7.25% مما في المئة ذلك بحلول أبريل ومن غير المرجح يعود إلى مستوياته الاعتيادية قبل عامين انطلقت اليوم قافلة طبية بوحدة رأس حذربا الصحية جنوب مدينة حلايد بمحافظة البحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة قالت مدرية صحاب البحر الأحمر إن القافلة قامت بتوقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 103 حالات بمختلف التخصصات الطبية منها إجراء 18 فحصا معمليا كما تم إجراء 11 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة وتم إجراء جميع الكشفات والفحصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر شهدت قريتاء اللواء صبيح وعلي بن أبي طالب بمدينة الفرفرة بمحافظة الوادي الجديد ختم أعمال القافلة الطبية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي استمرت على مدار يومين تم خلال القافلة الكشف الطبي على 650 حالة قامت صيدلية القافلة الطبية بصرف العلاج للمواطنين ذلك بالمجان وضمت القافلة وأطباء استشاريين في تخصصات البطنة والجلدية والجراحة العامة والأسنان والأطفال والرمض والعظام بالأضافة إلى أطباء متخصصين في تنظيم الأسرة هذا مشاهدنا نكون قد وصلنا لنية هذه الجولة الإخبارية لم يتبقى فيها للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عالم الرئيس السيسي يوجه باستمرار الحكومة في برنامج الطروحات لتوسيع قاعدة الملكية في البرصة المصرية وجذب الاستثمارات وزير الخارجية يتوجه إلى ألمانيا في إطار التحضير لاستضافة مصر قمة تغير المناخ كاب 27 بلينكين يؤكد أن المصارى الدبلوماسي لا يزال مفتوحا لحل الأزمة الأوكرانية ويطالب موسكو بالتهديئة وصلنا إلى ختام نشرة الثالثة على شاشة التلفزيون المصري نعم في تمام الساعة سادسة مشاهدين جولة إخبارية جديدة إلى الملتقى إلى اللقاء اشتركوا في القناة